موسيقى 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 السلام عليكم معكم اليابنة فيديو جديدة وهذا الفيديو ستكون في مسابقة بودكاست عربيا و الفيديو تالي مالي بديلتقاء موسيقى 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 البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي وبالك من هذا السبب لي خلال سياحة حتى وحما كثر من السياحة اللي عندنا احنا مهم نطاوليش عليكم بحكم هذى المناطق خيارتها انا من الترتيب التاعي حنا نجي من التالي ونطلع المهم اقاود لكم هذى الترتيب انادته على حساب الرأي التاعي بالك كيانين بزيف عندهم رأي واحد اخر مدن افضل من هذى المدن اللي رح ندرهم انا المرتبة السابعة خيارت مدينة مراقش او المدينة الحمراء هي مدينة تاريخية موسيقى 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 وفي هذه الساحة العروض على الأفاعي والساحل والشعواذة والتبنية هذه الساحة في عهد الدولة ومرابيطية ومن المناطق المعرفة بمراكش هي جامعة الكتيبة ومدرسة بن يوسف وقصر البادية خيارت في المرتبة السادة هو جامعة الحاسد هو جامعة جاء في دار البيضة كازابلونكا هو أكبر نسجد في المروق وثاني إفريقيا و13 في العالم داوي بنو في 1987 وكملو 1993 ليلة المولود وسماوي حصن الثاني على الرئيس اللي كان حاكم هذه الفترة المرتبة الخامسة خيارت شلالات أوزود اللي جاية في إقليم إزليل وهذا الشلالات بعيدة على مدينة مراكش ب150 كيلو هذا الشلالات الثاني بعيدة على منطقة بنيم الليل ب80 كيلومتر وأقرب منطقة لهذا الشلالات أسمها ليتيم جاميل كما هكذا ويعتبر هذا المنطق أكثر زيارة في هذا المنطقة وكلمة أوزود معنتها بالأمازيغية هي الراحة خيارت أنا في المنطقة الرابعة مدينة ورزازات اللي جاية في الصحرات على الماروك وتلقب بالعاصمة السينيما علاش نكتفام هذه المنطقة ورزازات بعيدة على مدينة مراكش ب20 كيلومتر فقط معروفة هذه المنطقة بتصوير الأفلام السينيماية العالمية في نواحيها وترنبت اللاقاطات من فيلم غلادياتور في قصر في ورزازات اسمه آية بنحدو فيها بزيف استوديوهات تصوير في هذه المنطقة المرتبة الثالثة خيارت جبل طوبقال جبل طوبقال هو أعلى ثاني قمة في أفريقيا بعد جبل كليمانجارو اللي جاي في طنزانيا هذا الجبل جاي بعيد على جنوب مدينة مراكش ب63 كيلومتر بعد تفاعتها هذا الجبل هو 4667 متر ويجو ليه السياح من قبل العالم ويجو ليه السياح اللي حبوا يتسلقوا الجيبال تشتاو الربيع والخريف يكون معمر بالثلج وليه يعطي منظر الشباب بالزيف المرتبة الزوجة خيارت مدينة الزرقاء أو مدينة شفشاون هذه المنطقة جاي في الشامل اسم الأصلية على هذه المنطقة هو آشاون والذاني بالأمازيغية القرون عروفة هذه المدينة بالمدينة الزرقاء علاش خلش لحيطها وحامس بوغين كاملة بالزرق ولي يعطي منظر الشباب بالزيف ومعروفة ثاني بالأحياء العتيقة ومن بين هذه الأحياء هو حي السويقة وحي العنصر وحي الأندلس في المرتبة الأولى خيارت إيفران هذه المنطقة جاي بين فيس ومكناس وتعتبر هذه المنطقة من أقدم المدن المغربية معروفة بزيف هذه المنطقة بالبرد وشتا سورتو في شتا والخريف ولي يعطي منظر بزيف شباب وتجذب ثاني السياح بشلالتها المائية اللي جاي يزوروها من قاعد ببلدين العالم تعتبر هذه المدينة من أنظف المدن العربية والثامينة عالميا وهذه حسبة دراسات بريطانية وسويسرية ويجو لها بزيف السياح في فصل اشتا وربيع ويجو لها بزيف السياح كيكون طاياح الثلج باش يمارسوا الرياضة وحهم الجليد وتزل وجودو كل حفاليس المهم راني كميل الفيديو إن شاء الله تكون عاش بدكم وإن شاء الله تكونوا استفدتوا شوية وراني حسروحي شوية بيزار قيدات بالفصحة يالا روعة المهم ما تنسوش تخلونا جيمب ودلونا كومنتار قايا بيس اشتركوا في القناة